أكد وزير النفط جبار اللعبين والجهود الوطنية اثمرت في تاهيل وانجاز المرحلة الاولى لحقل عجل النفطي في محافظته صلاح الدين بوقت قياسي بعد ان تعرض الى عمليات التخريب والزمار من قبل العصابات الارهابية مضيفا انه تمت المباشرة بعمليات التشغيل التجريبي للحقل بعد الانتهاء من تاهيل وربط عدد من الابار النفطية وبدأ عمليات الانتاج بمعدلات تبدأ من 5000 برميل باليوم وصولا الى 17000 برميل وتابع اللعبين جهود العاملين في شركة نفط الشمال والجهة الساندة اثمرت في الوصول بانتاج الغاز من حقل عجل لأكثر من 200 مليون قدم مكعب قياسي باليوم